أهلا بكم في محورنا الأخير الحديث فيه سيكون حول التطورات الميدانية على القطاع غزة أيضاً على الجانب اللبناني ونتحدث أيضاً عن الكتائب للتقاوم الاحتلال كيف نصف أهميتها قدراتها القتالية حتى اللحظة وكيف تدير المقاومة معركتها ورحب أضيف الخبير العسكري والاستراتيجي نضار أبو زين نضار بك مساء الخير مساء الخيرات السيد أمد وخيرني أبدأ في لبنان بأسماء تعقيبك بعجالة حول ما يحدث على الواجهة الشمالية لفلسطين المحتلة وأيضاً الشمالية الشرقية لانتحدث عن الجران السوري نعم أستاذ محمد بداية أسعد الله مساءك أنت ومشاهدك للكرام اليوم كان التطور الواضح في جنوب لبنان دخل الجانب الاحتلال أو الطيران الاحتلال في عمق أكبر آخر عملية أو آخر عمق استطاع الاحتلال وصول إليه وعندما استهدف منطقة قريبة من منطقة سور وكانت على بعد ستين كيلو متر من الحدود الشمالية للأراضي المحتلة اليوم دخل باتجاه مع البك نتكلم عن 100 إلى 125 كيلو متر بالتالي هو استهدف أحد القيادات وحسب ما رشح من معلومات من حزب الله أنه استهدف قائد للقطاع الشرقي من قيادات حزب الله في هذه المنطقة أو في المنطقة الجنوبية قريبة من النبطية وبالتالي هذا العمق الذي دخل له الاحتلال بعمق 125 كيلو هذه المرة يبدو أن العملية الاستهداف اختلفت كان دائما يستخدم المسيرات اليوم يبدو أن نستخدم الطيران لاستهداف القيادي من حزب الله وبالتالي أعتقد أننا لازلنا نقول أن عمليات المحاولة الرد والرد الفعل المضاد من قبل حزب الله ومن قبل الاحتلال لا تزال مستمرة حزب الله رد على هذه العملية برشقة صاروخية ورشقة صاروخية كبيرة المعلومات تشير إلى 70 صاروخ استهدفت قاعدة عسكرية في جبل هرامون في منطقة الجولان وبالتالي هناك فعل ورد فعل من قبل حزب الله ونعتقد أنه رغم هذه العمليات لا نزال نقول أن ما يحدث شمال الأراضي المحتلة جنوب لبنان هو أعلى من عمليات استنزاف وأقل من معركة تقليدية بمعنى أننا أمام صراع مضبوط بين الطرفين بس بظل مضبوط نظر بك معنى أن نسألك سؤال الشعبي هذا الضبط ينتهي يعني قد يخطئ أحد الطرفين في ما يسمى بالاتفاق ليس هو اتفاقي على أقل تقدير ضمني غير واضح فقط من باب المشاغلة من الطرفين كل للآخر لكن اليوم الاحتلال يصرح لن نتوقف لن نوقف هجمات على جنوب لبنان حتى لا توقف حزب الله حزب الله يتحدث عن تطوير وتوسيع هذه الجبهة ورقة سياسية مفهوم لكن من الممكن أن يحدث أي شيء يغير كل هذه المعادلة في لحظة المؤشرات الموجودة على الأرض استاذ محمد فيما يتعلق بموضوع الإنزلاق أو العمليات المتصاعدة في شمال الأرض المحتلة وجنوب لبنان كل المؤشرات على الأرض والمسار التحليلي الذي التزمنا به منذ بدايات تحليل مناطق شمال قطاع غزة تشير وبكل صراحة على أن قرار وقلناها أكثر مرة قرار الحرب في شمال الأرض المحتلة ليس بيد إسرائيل وبجنوب لبنان هو ليس بيد حزب الله هو بيد إيران وبيد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي طرفي الداعم الرئيسي للصراع في هذه المنطقة الجغرافية يتفقون ضمنيا على عدم توسيع دائرة الصراع لأن إيران تريد المقايضة في موضوع حزب الله وموضوع التهديئة مقابل تنازلات تتعلق بملف النووي 5 زائد واحد ومفاوضات 5 زائد واحد والأموال المجمدة في بنو كوروبا وواشنطن لا تريد توسيع دائرة الصراع لأن للبيئة الإقليمية تدعم هذا التوسيع ولا البيئة الدولية تدعم هذا التوسيع إضافة لذلك أن الولايات المتحدة تريد التهديئة حتى تذهب باتجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا الأمر الذي يتعلق بهذا القرار هناك أمر غاية في الأهمية ومقولة استراتيجية معروفة فيما يتعلق بالبروكسيزور أو حرب الوكلاء والتي تتقنها إيران من خلال دراعها حزب الله أنا دائما في هذا النوع من الحروب أن الوكيل إذا ربح يربح الوكيل ومن يدعمه لكن إذا خسر الوكيل فأن الوكيل يخسر لوحده وبالتالي حزب الله يدرك هذه المعادلة ولا يريد الذهاب باتجاه معركة قد تكون غير محسوبة النتائج أو الانزلاق باتجاه مغامرة ومقامرة عسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي أيضا الجانب الإسرائيلي يدرك أن القواته جاهزة في هذه الفترة للذهاب باتجاه عمليات تقليدية لأن قواته أنهكت في غزة أيضا الفرق الموجودة لدى الجانب الإسرائيلي لا يمكن لها أن تكون بكفاءة قتالية تستطيع أن تعيد مشهد 2006 بعمليات تقليدية مع حزب الله وهو يدرك أن ثمن العمليات مع حزب الله قد يكون فتورة التكاليف له بائضة لأن الترسان الذي يملك حزب الله أكبر مما تملك في غزة الأمر الضروري والأهم إذا كانت غزة تحكمها محددات عملياتية فإن المنطقة الشمالية من الأراضي المحتلة من جنوب لبنان تحكمها محددات جوية استراتيجية واضح شكرا طيب بل أنتقل فقط للكتائب المقاتلة اليوم نركز على الكتائب التي تقاتل أرض قطاع غزة وأود أن أسمع منك شرح عسكري أن قدرات هذه الكتائب وأماكن تواجدها ومدى قدرتها على وإحنا اليوم أعادت نتاج نفسها هذا واضح تقاتل تقاوم في كل مكان تعرض للضربات بالتأكيد لكن ماذا تقول الأرض؟ نعم هذا الشرح المفصل جاء بعد تصريحات بن يمين نتنياهو حين قال أن 75% من المقاومة تم تدبيرها وزير الدفاع يو آف قلند قال ثلاث أرباع المقاومة تم تدبيرها الآن الوقاع على الأرض تشير إلى غير ذلك هذه معلومات المغلوطة الإعلامية التي يحاول الجانب الإسرائيلي تصديرها إلى المشهد الإعلامي حتى يخرج بمحاولة تحقيق إنجاز على الأرض والضغط باتجاه المسار السياسي ما يظهر أمامنا من وحدات أو من فصائل المقاومة الموجودة على الأرض كما يظهر على الخارطة المباشرة كتيبة البريج التي تتواجد في منطقة البريج هذه الكتيبة واجهة فرقتين الفرقة المدرعة 26 والفرقة المشاة 99 الموجودة في المحور الأوسط والمناطق الأوسط واستطاعت القتال لمدة ثلاث شهور في هذه المنطقة بالتحديد وهذه الفرقة وهذه المنطقة تعتبر مفتاح للمنطقة الشمالية الشرقية من محافظة دير البلع وبالتالي هذه الكتيبة لا تزال تتمتع بقدرة عالية على مواجهة قوات الاحتلال وتمنع الاحتلال على تحقيق إنجاز على المحور الأوسط والذي تكلمنا عنه كثيراً نعم كتيبة المغازي أيضاً هي أحد الكتاب التي تقاتل على أرض قطاع غزة وهي تعمل في منطقة شرق دير البلع نعم لازلنا في منطقة الوسط وفي المحور الأوسط كتيبة المغازي هذه الكتيبة التي أيضاً منذ بداية العمليات ومنذ ثلاث شهور واجهت فرقتين الفرق المدرع 26 والفرقة 36 36 حفواً وفرقة المشاة 99 واستطاعت هذه الفرقة لغاية الآن وحسب المعايير العسكرية المحافظة على 40% من كفاءتها القتالية وبالتالي تستطيع هذه الفرقة مجارات العملية العسكرية هو الاستمرار بالقتال وبالتالي هذه الفرقة هي الفرقة التي كانت مسؤولة أو الكتيبة هي الكتيبة التي كانت مسؤولة عن مقتل 23 جندي إسرائيلي في منطقة المغازي في الكمين المعروف أو الكمين الهندسي الذي عرف للموقع كتاب انصرات منطقة انصرات هذه المنطقة التي حدث فيها عمليات كثيرة ويحاول الاحتلال الوصول في المحور الأوسط إلى مخيم انصرات ومن مخيم انصرات إلى شارع الرشيد إلى الشاطئ المباشر هذه الكتيبة التي استطاعت إيقاف تقدم قوات الاحتلال حاول جيش الاحتلال أكثر من ثمان مرات حسب المعلومات المرصودة على الأرض وهذه حقائق ووقاع محاولة اجتياح هذه المنطقة وهذه المنطقة تعتبر مفتاح الدفاع الشمالي الغربي عن محافظة دير البلح حساسية هذه الكتيبة أنها على تماس مباشر مع مراكز تجمع الجيش في مناطق الوسط تعمل الكتيبة حاليا بكفاءة قتالية بنسبة 80% وهذا ما يفسر أن هذه الكتيبة لماذا تقول هذه 8% وهذه 40% من أي مرب؟ نعم يسألك واحد كيف تقول لي هذه 80% وهذه 40%؟ هناك جداول معروفة جداول خسائر لكل الوحدات سواء الوحدات التقليدية أو الوحدات غير التقليدية هذه جداول خسائر تتعلق بخسائر القوى البشرية وخسائر الآليات الآن عندما تكون الكتيبة غير مشتبكة ومن فترات طويلة لم تشتبك تكون نسبة الكفاءة القتالية لها عالية جدا تتجاوز 80% لكن عندما تكون هناك مدة زمنية لاشتباك الكتيبة يمكن تقييم قيمة الخسائر لهذه الكتيبة في القوى البشرية وفي الأسلحة وبالتالي المدة الزمنية تحكم نسبة الكفاءة القتالية المدة الزمنية للاشتباك للاشتباك طيب الكتيبة التالية دير البلح كتيبة دير البلح هذه الكتيبة التي تعمل في منطقة المطاحن عند مفترق المطاحن هذا المفترق أيضا تكلمنا عنه كثير شهد عمليات كبيرة جدا وكان الهدف الأول بعد مدينة غزة تماما وتعرض لعمليات قصف كبيرة وأيضا كان يمسك مفتاح خان يونس من المناطق الشمالية هذه الكتيبة اعتبرت الركيزة الأساسية لمخيم منصرات أيضا سعى جيش الاحتلال لعزلها كثيرا عن خان يونس إلا أنه لم ينجح في عزل هذه الكتيبة ولا تزال هذه الكتيبة تتمتع بنسب لا بأس بها من الكفاءة القتالية لا يمكن تقدير النسبة لأن هذه الكتيبة تعرضت إلى خسائر كبيرة بسبب المركز الذي تعرض له مع بدء عمليات خان يونس نعم الكتيبة التالية كتيبة تل السلطة الآن ذهبنا باتجاه منطقة رفح هذه المنطقة الذي تكلم عنها الاحتلال كثيرا وقال أنه سيدها باتجاه رفح ولو وحبه ورقة رفح كثيرا نتكلم عن أربع كتائب موجودة في منطقة رفح لا تزال كتائب طازجة بمعنى بالعرف العسكري كتائب طازجة أي بمعنى أصدر بك أنا بدي أسألك سؤالي صريحة من وين جايب الثقة أنه هاي الكتائب ما انتقلت إلى الشمال أو الجنوب أو يعني غيء ممكن هاي الكتائب دعمت كتائب خان يونس تماما في التركيبة العسكرية للمقاومة المقاومة قلناها أكثر مرة من نبض البلد تخطط مركزيا وتنفذ لا مركزيا بمعنى أن شكل التخطيط والخطة وضعها قبل على ما يبدو قبل 7 أكتوبر ثم ترك التنفيذ للكتائب الموجودة وبالتالي في هذا النوع من التخطيط وفي هذا النوع من التنفيذ الكتائب تكون مستقلة بالمناطق التي تتوزع فيها عملية التبديل بين الكتائب لا يكون كثيرا سوى بالمحافظة على المنطقة الموجودة فيها والدليل أو المؤشر الكبير على ذلك أن منطقة الشمالية من قطاع غزة رغم إعلان الاحتلال على أن هذه المنطقة تم السيطرة عليها ووقف العمليات القتالية فيها عادت الكتائب نفسها الموجودة في المنطقة الشمالية في حي الزيتون في حي الصبرة في مناطق غزة المدينة وعادت إنتاج نفسها وقاتلت في هذه المنطقة ولم تأتي إلها دعم من الخارج ما إجاه دعم من الخارج هذا رأيك؟ نعم كتيبة تالية تل السلطانية في جنوب منطقة هذا يقولنا كتائب لم تعملين صحة تابعين لم تشتبك اليوم نعم مخيم يبنى هذه الكتيبة في وسط مدينة رفح وتعد من مناطق المسؤولية الأخطر في مناطق رفح هذه الكتيبة أيضا ضمن مخيمات اللجوء المدني تعمل الآن ولا زالت تحتفظ بكامل طاقتها لأنها غير مشتبكة التالية رفح الشرقية كتيبة رفح الشرقية أيضا من الكتائب التي لم تشتبك لغاية الآن تشرف على المنطقة المبتدة من شارع صلاح الدين حتى مناطق غرب شرق منطقة رفح لم تتعرض إلى محاولة اختبار من جيش الاحتلال لا زالت حتى الساعة بكامل طاقتها لأنها وحدات لم تشتبك لغاية الآن نعم التالية كتيبة الشابورة كتيبة الشابورة وهذه كتيبة النخبة المعروفة في مناطق رفح والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة وتعمل هذه المنطقة في شمال غرب رفح حصلت فيها عملية الإنقاذ الهلودية والتي تحدث عنها الكثير الاحتلال تحدث عنها كثيرا حين أنقذ أسيرين لم تصرح ولم تعلن عنهم المقاومة أي تفاصيل هذه الكتيبة لم تخذ أي عمليات مشتبك لغاية الآن مع قوات الاحتلال الكتيبة التالية الفرقان هذه كتائب مناطق الشمالية من قطاع غزة بعد الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على شمال القطاع غزة نشاهد كتيبة الفرقان التي تعمل في منطقة الرضوان وهذه الكتيبة واجهت الفرقة المدرعة 162 منها اللواء 401 واجهت الوحدات النخبة مثل الناحال وحدات ماجلان ووحدات الشيطة واستطاعت إيقاع خسائر كبيرة في قوات الماجلان والناحال لماذا أنت تقول أنها تعمل خلف الخطوط؟ هذه الكتائب التي تصميم هذه الكتائب أنها كتائب نخبة وهذا النوع من الكتائب لا يعمل باشتباك مباشر مع قوات الاحتلال بل يعمل خلف خطوط قوات الاحتلال الآن بعد انتهاء العمليات واندفاع الوحدات الإسرائيلية إلى داخل غزة المدينة عملت هذه الكتيبة خلف قوات الاحتلال التي دخلت أو محاولة إعادة تطهير حي الزيتون والمناطق الأخرى القرارة هذه الكتيبة التي حاول الاحتلال محاصرتها وظهرت الكثير من المقاطع المصورة لهذه الكتيبة ومن أحد المقاطع حين استهدفت هذه الكتيبة منطقة القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في منطقة القرارة وهذه الكتيبة طاقتها عالية حسب النسب الموجودة من خلال المدد الزمنية الاشتباكية ما بين 60 إلى 70% من الكفاء القتال واضح جدا أشكرك كل الشكر للخبير العسكري والاستراتيجيين نضار أبو زيد على حضورك معنا ليلة كل الشكر أستاذ